ولسه بنتكلم على الحما وازاي وانا مخطوبة او دخلة خلاصة على الارتباط اعرف ازاي كانت حماتي دي هتساعدني بعد كده وتبقى سندلية ولا تطهقني وتكرهني في العيشة وفي الجوازة وابقى جبت عايي العيلين واخب بعدي وامش هنقول تبس تركزي معاها جدا ازاي اعرف ان حماتي ملاك مش قنبلة سرية تتكره الناس فيها جدا لا ليه خالص والله يعني نعرف من البداية طيب يا ياحي مش لازم نعرف من البداية طيب بس يا ست الكل اول حاجة كده هاتي وراء وقلم وراء وقلم يا ست الكل واكتبي وراء ياحي يا فؤاد رقم واحد طيب اول حاجة هو الابن اللي بتعامل معايا ده مهما كان علاقة بيه هل هو بنا ادم سويه عنده شخصية ولا بتاع ماما يعس خدي بالي بس البداية في الطرف اللي بتعامل معاته للوقت هل هو شخص كده تيسنت شخص ليه قراره ليه شخصيته وبناخد وندي مع بعض ولا اسخد يبالك دي مهمة جدا الام المسيطرة اه دي مهم طبعا ولي باكتبي